أراك عزيزي برج الجدي أنت تغرق في حزن كبير أنت تعيش في حزن كبير وحب وتعب وإرهاق وتفكير سلبي تفكير سلبي بثاف لكن أنا أرى هنا كرتات جميلة جداً كرتات جميلة وقوية عزيزي برج برج الجدي لكن أحتاج لي وضوح أكثر يكفي عزيزي برج الجدي أرى أنك أرى أنك طاقتك هي التعب الإرهاق والحزن لديك أفكار سلبية تدور في عقلك أنت ترسم حياتك هنا كرتات قوية قوية جداً أنت ترسم حياتك بقلم أسود كثيراً 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 أنت تلبس نظارات سوداء وترى كل شيء بهذا اللون باللون الأسود أنت تلبس نظارات سوداء وترى كل شيء أحتاج لرؤية الكرت هكا وخا وترك كل شيء بالنقص بالفقر بالفراغ أرى طاقتك أرى متشائم بزاف 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 وخا رغم أن لدينا كرتات جميلة بزاف والأن سأشرح لكم أنا أتكلم عن طاقتك فأنت لست سعيداً عزيزي برج الجدي لكن في قلبك شمس جميلة في قلبك حب جميل قلبك شمس جميلة لكن أنت لا تعرف ذلك أو ربما لا تريد رؤية هذه الشمس الجميلة أنت عزيزي برج الجدي أنت يحكمك كوكب ساتيون زحل وهو ثاني أكبر الكواكب المجموعة الشمسية وكوكب زحل يضعك عزيزي في مواقف صعبة ويضع لك اختبارات صعبة ويجب أن تبذل مجهود عظيم للنجاح لكن هذا فقط ما في عقلك أنك عليك أن تبذل مجهود عظيم وأنه صعب الوصول للأهداف وأن تتحقق أهدافك وأن تتحقق أحلامك وفي الحقيقة لا يجب أن تبذل مجهود قوي وعظيم وكبير لا المسألة ليست هذه نعم الكوكب زحل يضعك في هدف في مواقف في مواقف صعبة وخة أنت في حياتك الكثير من الاختبارات أو اختبار واحد لكن صعب جدا وللنجاح عزيزي تحتاج لشيء واحد لشيء واحد سأقول لكن في الآخر أرى أنك سأتكلم عن ضاقتك أنت أنت تقاوم التغييري أنا أرى كارتات جميلة بزاف هنا تغيير كبير جدا وما وراء التغيير ليس سوى أشياء جميلة لديك كارتات جميلة جدا وقوية لكن أنت في عقلك وفي مخك كل شيك حل يعني كل شيء أسود أنت متشائم بزاف ما لكم لماذا؟ وأنا أرى هنا أشياء جميلة أرى كل شيء أرى حب أرى رزق أرى كل شيء جميل أرى حب جميل أرى في حياتك أرى رزق واسع فرص عجيبة وحتى صفر أخا لكن بالله تغتين بهذا قلت أنك أنت تقاوم التجديد والتغيير بتشاء 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 ميكا وطقتك السلبية وهذه النظارات السوداء حيد عليك هذه النظارات حيدها عليك حيد هذه الليلونة النوع حيدها فهي تحجب تحجب نور الشمس وتحجب أن يصل هذا النور لقلبك وروحك وهذا الشمس في سماءك لكن أنت تتضع نظارات ولا تراها لا تراها لا ترا النور يعني أنت طاقتك سلبية متشائمة بزف لا أنت لا ترى الحياة الجميلة التي لديك لا ترى الجمال الحقيقي أرى الكثير أعيد الكثير من الحب الكثير من الأفراح الأفراح أرى أشياء جميلة بزف في هذه القراءة لكن طاقتك أنت طاقة سوداء نواصل قلت أن كوكب زحل يضعنا في مواقف صعبة نعم لكن كوكب زحل ليس معلم قاسي هو صارم لكن هذا وظيفته هذا هو عمله هو في الحقيقة الكوكب الذي يحميك زحل وظيفته الحقيقية هي الكشف عن انعدام الأمن والثقة لديك يجب أن تعرف ذلك يجب أن تعرف أنك أنت ضعيف لماذا لأنك في طاقة سلبية لكن بداخلك قوة عظيمة هذا الشمس الذي بقلبك ولذلك أنت يجب أن تعرف ذلك لماذا لتوجه طاقتك بشكل بناء وتبحث عن السلام والسعادة بطريقة سهلة وسليمة كيف؟ 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 أجيبوني أريده أجيبوني كيف؟ ما أقوله دائما ما؟ كيف؟ كيف؟ أشنو؟ باش نخصنا باش نوصلوا الأهداف دينا باش نحقوا الأحلام دينا باش نتحقوا ديما باش نكونوا سعادة ديما أشخصنا؟ سسابل سفاسيل سهل سهل جدا الطريقة السليمة المحبة الإيمان الإيمان أن تؤمن وتصدق أنك يمكنك أن تصل لتلك الأهداف لذلك الحلم الذهبي فقط يعني شوفوا مش حال يعني سهل جدا سهل سهل بزاف أرجوكم يعني أنتم بداخلكم واحد القوة عظيمة لكن لا تعرفون ليس لا تعرفون لا تريدون أنتم كوسالة أنتم تغرقون في هذا في الغيس في الطين الغيس هو الطين مهم كيف نقول مهم ناسيت أسفة المياه العاكرة يعني الطين والمياه العاكرة يعني الغيس أنتم تغرقون في هذه المياه العاكرة والثقيلة أن بها يعني تربة والغيس نعم وكتمروا أريوسكم في الغيس وتظنون أنها نهاية العالم صافي لا بداخلكم قوة عجيبة قوة حب الحياة تحب أنفسكم ومن حولكم فأنتم لستم وحيدون أنا أراك أنك تحس بالوحدة وأنتم لست وحيد لديك هناك حب كبير في حياتك هناك ناس تحبك هناك طاقة جميلة حولك هناك فرص سعيدة وجميلة بزاف كل ما عليك هو أن تؤمن أنك قوي نوت 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 من ذاك الغيس نوته ونظفوا هذه الطاقات السلبية نظفوا واخا خذوا حمام روحي ونظفوا أنفسكم من هذه الطاقات السلبية لكي تصلوا إلى ما تريدون الوصول إليه حقا واخا نواصل أنا أغضب عندك لا أغضب لا أغضب بل أحزن لا أريد أن تكون هذه طاقاتكم لأن أراكم أنتم من تبنون عزيزي أو عزيزتي أنت تبني حياتك أنت كيف بالأفكار إذا كانت أفكارك إيجابية حياتك ستكون جميلة إذا كنت تريد أن تلون حياتك بالألوان السوداء والرمادية دائما فستبقى هذه حياتك ستكون وإذا كنت تقاوم التغيير هناك تغييرات جميلة ستحصل في حياتك رحب بها افتح الأبواب افتح ذراعيك افتح يديك قل الله وقل شكرا يا الله نواصل نواصل ماذا رأيت أيضا قلت لك أن توجه طاقتك بطريقة سليمة وسهلة كيف بالإيمان ونشكر الخالق على هذه الاقتبارات والامتحانات لماذا؟ لأننا سنلبس ثياب القوة ووراءه إيمان ومحبة فبالتالي نحن سنكون أقوية ستكون قويا وبفضل هذه القوة وهذه الإيجابية ستصل إلى كل ما تريدونه هو سهل حبيبي أو حبيبتي أرجوكم املأوا عقلكم بهذه الأفكار الإيجابية وبهذا الإيمان أرجوكم صدقوني سهل والله العظيم سهل وهي طريقة سليمة جدا فقط بالمحبة فقط بالمحبة نترك الكراهية والحقد وهذه الأشياء السلبية لم تنفعنا هي فقط كرمة سيئ نزرعه وسيعود لحياتك لا لا نريد هذا نحن نريد ورود في حياتنا ورود في قلوبنا شمس ونجوم كل هذا الجمال الرباني والسماوي لندخله لأرواحنا يعني أنا أتكلم عن الطاقات تفهمونني ياب تفهمونني يك فهمتوني فهمتوني من يطلب مني أن أتكلم بالداري جمالكم ثم كنت فهموا كل شيء وخاضرت بهذا لا أدري بشي نوية في المغرب نفهم كل شيء مهم نواصل نواصل حبيبي برج الجدي رجل أو امرأة أنا أتكلم مع طاقتك غير هذه الطاقة فأرى كرتة جميلة تنتظرك أشياء جميلة نعم ربما مررت بتجربة صعبة نعم لكن هذا جميل هذا شيء طبيعي وضروري لتفتح باب جديد وترى ماذا ينتظرك ماذا ينتظرك شفوا 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 ماذا ينتظرك سعادة شفوا البساطة والجمال والطبيعة والزواج والأطفال هذا ما ينتظرك وإذا كان لديك هذا في حياتك فلماذا أنت هكذا لماذا هذا الطاقة السلبية لماذا لا تشكر الله على ما لديك لماذا لماذا لا تبني أشياء جميلة كما تقول هذا الكرت لماذا لا تبني مستقبل جميل في عقلك لكي يتجسد في حياتك لماذا لماذا فهذا شيء سهل جدا وضروري جدا لكي تضحك وتعيش مثل هذا المجنون وخا يعني تستمتع بالحياة أنت ستستمتع بالحياة لأن هناك عطاء دا بغد نهضر لكم على الحب وخا أنا أتكلم بصفة عامة يجب أن تبدأ صفحة جديدة صفحة بيضاء وخا بدأ صفحة جديدة صافي لا تلون نفس الصفحة فهي دبا سوداء إبدأ صفحة بيضاء جديدة صافية نقية اعتمادا على هذه القوة التي اكتسبتها منين تيم الغيس يعني عندما نهضت من تحت الرمل أو من هذه المياه العاكرة قمت صافي ونظفتها لنغجي ديالك يعني نظفت طاقتك فأنت سترى ماذا ماذا كم من الأشياء الجميلة أرى هنا الكثير من الجاذبية أرى هنا متعة ستستمتع التي غد نشرح لكم فيما يخص الحبيب لكن سأواصل لأني رأيتك متشائم ولابد أن أتكلم عن طاقتك حبيبي برج الجدي الكون يعمل لصالحك الكون يقدم لك يد المساعدة وخا يجب أن تكون أنت على يقين لكن يجب أن تكون أنت مؤمنا وتبعد هذه الأفكار السلبية فيما يخص الحبيب هناك حبيب من الماضي حبيب بلاتين قلكم طاقت حبيب طرابي جدي مثلك صور أو عذراء وهناك حبيب آخر الحبيب طرابي سيعود الحبيب الماضي سيعود شوفوا الحبيب الذي تقل يعني الطرابي الجدي أو الثور أو العذراء سيعود ماذا يريد أن يقول لك كلام مهم يريد أن يعتذل لك يريد أن تسامحه هذا الحبيب سيعود وسيعود كريم وسخي وسيعطيك ما لم يعطي له يعطيه لك سيعطي لك ما لم يعطي في الماضي هذا الحبيب الماضي ما لكن أرى هنا حبيب آخر أرى هنا حبيب آخر حبيب آخر ربما هو أصغر منك شيئا ما ربما هو أصغر منك وهذا الحبيب